المجتمع اليوم يدعم الإنسان المتفرد يدعم الإنسان المختلف يدعم الإنسان اللي يعرف شو يبغي وين يبغي يوصل هذا الإنسان دائماً يرفع المجتمع ويطوره فترة الإنسان تميل دائماً للخير والسلام الاستثناء هو التعب الاستثناء هو أني أنا أعيش حياة مو بحلوة أكون إنسانة تعبانة في الحياة أكون إنسانة دائماً أبحث عن حلول في هذه الحياة الناس عايشة حياتها تركض خلف الأهداف في الحقيقة هي مو بأهداف هي حلول المشاكل اللي هم عايشينها نحن كبشر في رحلة لتحسين ذواتنا هذه الرحلة مستمرة وللقراءة دور أساسي في تحفيز التفكير وتطوير الحس النقدي للأفراد تستطيع الذات أن تكون متقدمة في وعيها وأيضاً في سلوكها بالمعرفة والثقافة الواضح أن هناك تباين بين اهتمامات البشر في المعرفة فعلى سبيل المثال الكتب الفلسفية تمنحنا خصلة التحاور والتفاهم والكتب العلمية تخلق لدينا وعي علمي كتب الأدب والآداب بصفة عامة تساعدنا على فهم هذه الحياة كل هذا يساعدنا في فهم الروابط الاجتماعية ويساعدنا على تحقيق التوازن في ذواتنا تساعدنا على فهم الروابط الاجتماعية بكثير من رأسك إنه الإمع تنظر كل هذا مهات مزيد ويساعدنا على فهم الروابط الاجتماعية تتابع للخطي ونهكون الروابط الاجتماعي الخطي وإنما أحب الكثيرو الأسنihi هناك نحن الحياة لكننا لا تستطيع في حمالهم لا ت planner بدون ما تحقيق وقال للقناع لكنها تمنع بخطوش ويسهدتك مهمة ويسهدتك مهمة ويسهدتك مهمة من المسل ويستطيع أن تكون مهمة في المتابعة المتابعة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سمو الشيوخ أصحاب المعالي والسعادة الضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحوا لي بداية بالتعريف عن نفسي أخذكم سارة محمد الباكري نائب رئيس الموارد البشرية في شركة تبريد كوتش معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشينج حاصلة على شهادتين ماجستير في الإدارة العامة والماجستير التنفيذي في التغيير من جامعة إنسيات في سنغافورة حاصلة على عدة جوائز تميز في إدارة الموارد البشرية والقيادة أبرزها قائد الموارد البشرية لعام 2023 على مستوى القطاع الخاص لدول خليج ويشرفني اليوم أن أتولى مهمة إدارة هذا الحوار في هذا المجلس الذي غدا منبرا تلتقي تحت قبته عقول ورؤا صاقت قصص نجاح مثمرة ومؤثرة محاضرة اليوم ستتنول موضوع أسس السعادة وتحقيق الإنسان لمرحلة النضج وتولي مسؤولية حياته وتوسع مداركه ومواجهة التحديات بحكمة حيث سيقوم الدكتور خالد المنيف مدرب تطوير الذات بتقديم محاضرة بعنوان رحلة إلى الذات الارتقاء إلى مستوى التحديات واختيار السعادة الآن ندعو الدكتور خالد المنيف لبدء المحاضرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلاما على خير خلق الله محمد اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وما شرف أن يمدح الإنسان نفسه ولكنها أفعال تذم وتمدح هنيئا لكم بهذه الدولة وهنيئا لكم بهذه القيادات نموذج مشرف الإمارات نموذج يفتخر به الاهتمام بالفكر منذ أيام الراحل العظيم رحمة الله عليه الشيخ زايد والاهتمام بالفكر الرأس المال البشري هو الذي يراهن عليه الآن الاعتماد على رأس المال البشري على فكر الإنسان وهذا ما نراه في هذه الدولة الفتية سعيد جدا بحضوري وارتقائي هذا المنبر لكي أتحدث عن موضوع أعتقد أنه يلامس شغا في القلب كنت أتحدث مع الأخوان والأخوات أنا بفضل الله تعالى ألفت 15 كتابا وقلت عندي تقريبا فوق 1500 مقطع مرئي بين مقابلة ومقاطع مرئية والله أنني أسمع أحيانا أحد المقاطع أو أقرأ بعض مما في الكتب وأتأثر وأنا الكاتب وأنا القائل العقل البشري الآن أكون صريح معكم نحن نعيش في زمن الآن تغير ما كان يحدث قبل 20 سنة أمر معين يحتاج إلى فترة حتى يحدث الآن سريع الحدوث المعرفي هائل جدا 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 فهذا كله يربك العقل فالعقل يحتاج إلى تهذيب براين تريسي أحد كبار المحفزين يقول أن أعظم هدية تقدمها لنفسك أن تهذب عقلك أن تهذب العقل كالحديقة يحتاج إلى تهذيب باستبرار يحتاج إلى تهذيب ويحتاج أحيانا إلى خلع انصحة العبارة وقص لبعض الأفكار وإحلاله بأفكار جيدة ففترة التوقف الفكري جيد الحياة أحيانا بعض الناس وكلنا حقيقة نعيش في مرحلة له مستمر وهذا يضعف من قدراتنا لا شك أما عن حديثي في هذا اليوم فهو الموضوع الذي تحدث عنه سكرات قديما فقال هو أمنية العالم أو كل غرض هو الغرض الأخير من أغراض البشر الذي ينشدونه في حياتهم ألا وهو موضوع السعادة واختيار السعادة ما منا إلا يريد أن يسعد ما منا إلا أن ينشدوا أحد مظاهر السعادة راحة البال والسلام الداخلي أزعم أنني وصلت في مرحلة معينة أزعم أزعم وكلمة أزعم تحتمل أشياء أنني وصلت إلى مرحلة معينة يعني خرجت بها بأفكار خرجت منها بأفكار وليست بالمناسبة العمر قصير أعمار أمتي بين الستين والسبعين أعمار الأمم السابقة كانت كبيرة كانت طويلة نوح لبثة فقط تسعمائة وخمسين سنة ومن الروايات التي تروى أن أمّا فقدت ابنا لها وعمره ثلاثمائة سنة فأتوا المعزون قالوا ما أتى في زهرة شبابه عمره ثلاثمائة سنة أما أعمار هذه الأمة بين الستين والسبعين فنحتاج أحيانا لا نحتاج أن نعيش طريقة لا بد أن نبتكر أدوات معينة نغذي بها عقولنا أما أنك تمشي الهوينة هكذا لا لذا كانت فكرة الاستفادة من خبرات الآخرين أحمد أمين الأديب المصري أخرج لني كتابا هكذا علمتني الحياة مصطفى السباعي السوري رحمة الله عليهم جميعا أيضا ألف كتاب بهذا الشأن فالاستفادة من خبرات الآخرين أمر جيد وكلنا لديه خبرة معينة قد لا تكون عند الآخر فخرجت في مرحلة معينة أقول أن فيها شيء من أسباب وأدوات السعادة والحديث عن السعادة هو حديث ذو شجون تعريف السعادة أنا وقفت على 250 تعريف للسعادة كل يعرف السعادة من جهة معينة هناك من قال أن السعادة في العلم ولا شك أن العلم أو للعلم متعة الروحية متعة روحية العلم متعة روحية لذلك الكثير يعيش حالة التدفق الشعوري عند القراءة أو عند الاطلاع أو في المختبرات يعيش حالة تدفق شعوري وهي حالة نفسية لا يدرك صاحبها الوقت معه ولا يشعر بأي شعور آخر العلم متعة روحية وهناك من قال النقيض المتنبي قال ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخ الجهالة في الشقاوة ينعمه بعض الناس ينام والله ولا يدري عن الدنيا ينام عنده مشاكل الدنيا لكنه إذا وضع رأسه على الفراش نهم نومة ما يدري على القراص يعني ألغى كل اتصالاً بالأو الأديب المصري عبد الوهاب مطاوع يقول أن السعادة راحة الضمير الرافعي أيضاً الأديب الكبير المصري يقول السعادة طفولة قلب حلوة كلمة طفولة قلب بعض الناس قد يكون ذكي الـ IQ عنده مرتفع لكن سبحان الله عنده هنا مشكلة في قلبه عمر رضي الله عنه يقول لست بالخب لست بالمخادع ولا المخادع يخدعني يعني تعامل معك أتعابل اطمئن من جانبي اطمئن من طرفي لذلك طهارة القلب قيمة عالية ومن أسباب التوفيق في الدنيا وفي الآخرة طهارة القلب هناك تعريف أخرى أيضاً عمر بن العاص له تعريف عجيب له تعريف ما منه إلا بر بأزمة في حياته عمر بن العاص يقول أن السعادة هي انجلاء الغمرات إذا انفكت الأزمة وانقشعت الغمامة يقول هنا السعادة سبحان الله ذلك أحياناً في مواقف معينة وهذه نقطة جداً مهمة من الأشياء المهمة أن نقول في حياتنا العقل الذين يريدون أن يسعدوا يقدرون أيامهم الهادية اليوم الهادئ الذي يمر فيك من أسباب السعادة نقول أن تحتفل به وأن تحتفي به يسمونه ثقافة الكافيهات كل يوم كافي كل يوم مطعم كل يوم كل أسبوع رحلة لا لا ملازم ملازم أحياناً السعادة السعادة تسعد بأن اليوم مر هادئاً عليك آمناً مطمئناً مستقراً الحمد لله رب العالمين ويحتفل به والله والله أنا أكون صريحاً معكم أنني أحياناً في بعض الأمور عند الرواقيين الرواقيين مدرسة فلسفية يونانية عندهم ما يسمى بالتخيل السلبي التخيل السلبي تخيل أمراً حدث لغيرك ولم يحدث لك تخيل واستجمع قواك فيه لن أذهب بعيداً عندما حدث ما حدث في كورونا أقصى أمنياتنا وغاية طموحاتنا أن يعود الأمر إلى ما كان عليه صح؟ لذلك تقدير الأيام الهادية قيمة عالية في الحياة الآن تسمع كلمة ملل 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 لا 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 الملل الحقيقي أسأل الله أن يرفع قدرهم وأن يعوضهم خيراً أسير السرير الأبيض الذي باقي ما يتحرك هذا إذا صحت لكن الله يعطيهم القوة توفيق الحكيم الأديب المصري قال كلاماً جميلاً في موضوع السعادة يقول لا سعادة بدون تحديات في الحياة إذا مر عليك اليوم بدون غد الغد بوضعه الطبيعي إذا لم يكن غد بلا أمل بدون أمل غد غد بدون تحدي غداً بكرة ما في شيء في حياتك ما يكون غد الحياة تبدو مملة وتبدو باهتة وجود تحديات في حياتك وتجاوز هذه التحديات ووجود مسعى ومطلب وهدف أن تذهب إليه جمالهم في الحياة وروعتهم في الحياة لذلك البعض في بعض الأسر وبعض كذا يخونهم الرخاء يسمونه حتى هذا المصطرح يقول خيانة الرخاء الحياة بوجود تحديات بوجود آمال بوجود عقبات بوجود أهداف نحن متجهون إليها خرجت بعدة أشياء عن موضوع السعادة وراحة البال ومرحلة معينة أنا أقول لكم أنا أدعو إليها وهذه المرحلة لا تعني الإنسحاب من الحياة وهي ما عنوانت بها في كتابي آخر كتب الذي اسميته المرحلة الملكية أو سموها ما شئتم لكن هذا المصطرح هذه المرحلة جميلة وهذه المرحلة البعض يعني هل تقول وهل تؤيد وهل تحرض على الإنسحاب من الحياة قلت لهم لا هي مرحلة جميلة ومرحلة يعني شوفوا يا أخواني راحت البال تشترى راحت البال تشترى زين حقيقة لكن لا يعني هذا الخروج من الحياة لا يعني هذا التنصل من الواجبات أو الانكفاء أو الرجوع لا 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 الحياة تحتاج لكن إلى آلية معينة خرجت بها بعدة أشياء أنا أتكلم عن شخصي أنا كنت قديما إلى حد ما أنتقد الآن وصلت إلى مرحلة لا أنتقد إلا شيئا يعني كثرة النقد ترامي بجيدة في الحياة الأشخاص النقدين يضعفون الحياة ويعطلون الحياة أنا كان لي قريب الله يوفق يتابعني في مواقع التواصل الاجتماعي ورجل بصير عين وكثير الملاحظة فكان إذا غردت تغريدة قال هذه أنت نصبت مرفوعا والحال ينصب ثم يكرر علي الملاحظات وحتى في كلمات يتصل علي ويتواصل معي آخرها فاض بي السيل وبلغ الأمر بلغ الأمر المخنق فاتصلت قلت يا خويت ما عندك شغل ما في في هذه الحياة إلا الفقير الفقير والعفو رب قال أنا أحبك لا لا الحب ليس بكثرة النقد النقد نحن بشر نحن بشر كله ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أما نعطل الحياة بالنقد أو باللوم لا في هذه المرحلة لا أيضا الجدالات يا أخواني يا أخواتي الآن مواقع التواصل الاجتماعي تفوح كله على إيش على جدل الحبيب اللهم صلي وسلم عليه يقول أنا زعيم أنا كافل في بيت في ربض الجنة في محيط الجنة لمن ترك المراء لحظة وهو محق ما عندك جدالات في هذه المرحلة ما عندك في جدالات وبالمناسبة أعطيكم حاجة جدا مهمة تريحكم في الحياة أنت لست مسؤول عن تغيير الآخرين تغيير الآخرين مسؤوليتهم حتى لو كان أقرب الناس إليك الله يقول في كتابه لست عليهم بمسيطر وليس عليك إيش هداهم وما على الرسول إلا البلاغ المبين يا أخواني يا أخواتي لا تمضي عمرك في تغيير أحد تغيير البشر بأيديهم وليس بيدي لذلك جزء بالمناسبة من الأشياء التي تجعلك أكثر سعادة وأكثر أريحية أن تتخلى عن وهم السيطرة في أشياء ما يبيدك يا أخي في أشياء ما يبيدك لا أنت لست مديرا للكرع الأرضية حتى تحمل هم العالم وهم الناس وهم كذا أحيانا دائرتك لذلك ماذا في القرآن ماذا قال قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا لذلك المسؤولية الفردية جزء من راحتك أن لا تحمل هم الأمة الكرة الأرضية حقيقة حقيقة ما يجب عليك أن تفعله وما دون ذلك فواصل حياتك وواصل طريق أيضا جزئية جدا مهمة في هذه المرحلة الجميلة شوانزينقر تعرفون وحاكم كاليفورنيا تزوج زوجة من آل كينيدي ولها كتاب هذه الكاتبة لها كتاب كنت كانت تقول بحكم وضع أسرتي وحكم وضع زوجي كحاكم لكاليفورنيا تقول كانت عندي معايير جدا 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 عالية وأحاول أن أظهر بأكمل المظاهر ولا أتنازل عن أي تقصير حتى ذهبت ذات يوم إلى مدرسة ابني ونبهتني المعلمة إلى وجود خدش بسيط في حذاء عزكم الله ابنها تقول لفت بي الدنيا وسهرت هذه الليلة لكني خرجت بأعظم قاعدة هل تتوقع أنك في كل حالاتك و كل قراراتك و كل تصرفاتك و كل ردات فعلك أن تبلغ مرتبة الكمال هذا الكتاب هذا الكتاب أنا الحمد لله لغتي جيدة خلوا نعطيكم المثال بعدما أنتهي من كتابته وتأليفي أنا أراجعه ثم يذهب غربا تجاه السودان ثم شمالا تجاه مصر ثم إلى الرياض كلها مراجعات لغوية تعرفوش أطلع فيه ما يقل تقريبا عشرين طبعة ما يقل عن عشرين إلى ثلاثين خطأ إملائي رغم هذا كله و كذلك إذا أردت أنت تعامل هذه طريقة جيدة يا أخي يا أخي تعامل مع أهل بيتك تعامل مع عملك تعامل مع أصدقائك تعامل مع نفسك بقاعدة جدا رائعة قاعدة قرآنية أرسط معايير الموضوعية والإنسانية فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية هل تريد دولة أو أجهزة فيك أكمل حالاتها ما في أخطامك حتى في عهد النبوة هل تريد زوجة لا تخطيه تريد زوج مثلا وحدة تقول أريد زوجة ما شاء الله شاعرا و كريما و أيضا كهربائي و بار هذا لو رسمته رأسما ما جاك الحياة تعتمد على أن نظام الخيرية يحكم على الخيرية إذا غلبت الحسنات السيئات نخرج أنا و أنتم من هذه نقطة جدا هذه بالمناسبة أحد التشوهات المعرفية أحد أخطاء التفكير ألا وهي الكمالية يريد كل شيء كامل تدرون هذه في الضغط النفسي أنها من أهم مسببات الضغط النفسي الكمالية لكن أعطيكم قاعدة في هذا الشأن القاعدة أطلب الكمال أطلب عفوه أطلب النمو لا تطلب الكمال أطلب النمو لا تطلب الكمال لأن الكمال لن يحدث لأن الكمال لن يحدث أيضا في نقطة جدا مهمة في مسأة المرحلة هذه الأديب رحمة الله عليه في أحد هنا من أخوان المصريين في أديب مصري اسمه عبد الوهاب مطاوع رحل رحمة الله عليه و كان كاتبا إنسانيا وأقرأ له كثيرا وتأثرت به كثيرا له مقال بعنوان ليس هناك وجود لصف ثالث ثاني قصته طريفة يقول نحن في ابتدائية في صف ثالث ثاني ثالث ابتدائي ثالث ثاني يقول كلما أتى إلينا معلم يحدثنا عن صف ثالث أول يحدثنا عن صف ثالث ثاني قال أين أنتم من هؤلاء الطلاب اللي في صف ثالث ثاني أدب وأخلاق و إنما هم ملائكة تمشي على الأرض يستقبلون بعضهم بالدعاوي يقول إذا و يودعون بعضهم بالأمنيات الحسنة و الإبتسامة لا تنتهي و يقول حتى ظننا أن هذا الفصل طلابه قد أتوا من كوكب آخر يقول و قدر لي ذات يوم طلب مني أحد المعلمين أن أذهب لأحضر شيئا من الوكيل يقول فهمت نفسه بأن أذهب إلى فصل الملائكة يقول و فتحت الباب يقول و إذ بي أجد ساحة حرب و وجدت كلاما من الإيذاء والبذاء ما لم أسمعه بطول حياتي من صف ثالث ثاني إيش يعني هذا إيش يعني هذه جزئية جدا مهمة يا أخواني التوقع بأن الكل أسعد مننا و الكل أفضل مننا و الكل كذلك لا 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 يا أخي لا 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 هذه حتى توهمات و هذه الحقيقة حتى على مستوى الشخصي حتى على مستوى دائما نقول دائما بعض الناس سبحان الله لا يشكر و لا يقدر و له كما يقال عيني ذباب يبحث عن نقاط التقصير و إن وجد نقطة و إن وجد عيبا أذاع به نشره و إن وجد حسنا كتمه ليس هناك وجود الفصل الثاني لا تتوقع لنا و لا لا نتوقع جميعا أن البيوت الأخرى الله تتقلب في أعطاف النعيم و يعيشون حياة وردية و بلاب للحب أعطيك قاعدة من القواعد الوالد دائما كلما جاء طاري عندنا مثل أكيد لكم بس بلهجة أخرى إذا اشتكت أحد الأخوات أو اشتكت أحد أخواني من شيء قال يا أولدي كل عليه من زمانة واكف كل عليه من زمانة واكف ما هو الواكف؟ أول في نجو في المنطقة عموما ما كان في أسقف مبنية كانت الأسقف من جذوع النخلة و بس فأحد الصغيرات أمطرت عليهم في بيتهم و كان المطر يتساقط فكانت تشتكي و تقول الجيران أفضل منها فقال لها كل عليه من زمانة واكف يعني هذا المطر يتساقط على الجميع و أنا أقول لك هيقل لا تعتقل الناس سعداء و الناس في أكمل حالاتهم إلا أنت أبدا القاعدة هنا قدرتك على شكر النعم و تثمينها والله الصحيح يعني أتعس الناس من وجهك نظر الذي لا يقدر النعم و لا يثمنها و لا يشكر الله عليها قيدوا النعم بشكرها تدرون جزء من السعادة التي لا تأتي بمال تأتي عن طريق تغيير التفكير تعرفون أوبرا أوبرا أعطيكم معلومة عنها أوبرا تقول المال عندي لا يتضاعف بل يتكدس يتكدس يمكنوا شفتوا بعض برامجها إذا اجتمع عندها مجموعة من الحضور تشرة يعطي شرهات شرهاتها مو تشرهم تسفرهم كلهم تعطيهم كلهم سيارات من الغنة التي عندها مشهورة مؤثرة على الرأي العام الأمريكي يعني كل شيء تقول حزت كل شيء في هذه الدنيا كل شيء تقول سبحان الله أتيت إلى مرحلة في حياتي هي التي تغير نفسيتي وليس أرصدتي أنا لا أروج للفقر ستة من المبشرين بالجنة قامت على أكتافهم بعد توفيق الله الدولة الإسلامية الأولى ترويج للفقر ترى أنت يعني ما في أحد يقول والله لا لكن بنجي إلى جزئية وهذه حقيقة جدا مهمة تقول أنا لا أشعر بهذا خلاص يعني وصلت إلى مرحلة طيب متى تشعرين يا أوبرا بالسعادة الحقيقية تقول إذا استيقظت ثم فتحت نافذتي ثم أتت أشعة انسابت أشعة الشمس الدافية على وجنتي واستنشقت ذرات الأكسجين حتى أحسست أنها وصلت إلى رئتي أحسست أنني على قيد الحياة نعمة الحياة نعمة الحياة أنك ما زلت حيا تتنفس نعمة قضية الامتنان قضية جميلة يا إخواني والله صحيح كلما قد قويت وعظمت مهارتك في الامتنان كلما كنت أكثر قوة وأكثر صمود وأكثر سعادة في حياتك وأكثر أريحية وأكثر عطاء دائما الإشكالية في نظرية في علم النفس الاجتماعي لنظرية المربعات وهذه إشكالية موجودة عند البعض مربعات في السقف هناك مربع ناقص العين تتجه إلى هذا المربع الناقص وهذه التسعة وتسعين والراحة لذلك جزء من سعادتك جزء من سعادتك أنك تكثر من الامتنان الامتنان لكل شيء في أشياء كثيرة يا أخي في أشخاص معينين يا أخي نحن ننام ننام ما ندري لكنهم يواجهون أشياء ربما يسهرون لياري و أنت لا تعلم أنت لا تعلم هذا الجزء أن الله أعطاك أشخاص قاموا بمهام من عنك و أكفوك عناءها و هذه من نعم الله و هذه من نعم الله علينا أيضا من الأشياء التي تعلمتها في هذه المرحلة الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت و فرعها في السماء أيش بعدها تؤتي أكلها كل حين ماذا تعني هذه الآية الشجر لا يثمر إلا مرة واحدة أما الكلمة الطيبة تؤتي أكلها كل حين الكلمة تخسرك الكلمة الطيبة متعبة مكلفة الوالد الله يطول عمره و أعماركم على صحة و طاعة دائما يقول يا خالد الموفق من وفقه رب العالمين الموفق بعض الناس غير موفق غير موفق الكلمة الطيبة أحد السلف قال والله أنني أصبح في يوم كارها لأحدهم حتى إذا ما قبلني مساء و مساني بالخير قال الله مساك الله بالخير يقول انقلب الكره إلى حب و الكلمة بالمناسبة تبني و تهدم الكلمة تبني و تهدم رب كلمة قيلت لأحدهم حلق في السماوات و ربما كلمة أنزلته و كسرت موهبته و جرحت قلبه الكلمة الطيبة حلوة ترى والله والله دائما حتى في المثل يقولون القول اللين يغلب الحق البين تعلمت الكلمة الطيبة تفوز و تاخذ حقك والله والله أن حقوقك تاخذها بالكلمة الزينة زي سلام عليكم و قولوا للناس حسنا حسنا و قولوا للناس فقول له قولا لينة هذا من؟ هذا فرعون لعله يتذكر و يخشد و الذي عنده من الطوام ما عنده و الحبيب ماذا قال؟ قال كلاما عجيبا قال ما كان الرفق في شيء إلا زانة عند اللغويين كلمة شيء نكرة تفيد العموم يعني كل شيء والله يا أخواني و أخواتي والله أنني يوم الأيام مع باب باب في قفل جديد و المفتاح و فتحت ما جاء معي فجربت معه الشدة ماذا حدث؟ انكسر المفتاح انكسر فكأنما يقول لي ائتي بمفتاح جديد و غيره ثم تعامل معي برفق ثم تعامل معي برفق كلمة الطيبة جميل بعدين في الجزئية أنا ملاحظ ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله عيني عليكم باردة ما شاء الله ابتساماتكم ما شاء الله عشانه يوم خميس أو لا اجعلوا كل أيامكم جمع و خميس بالمناسبة هذه من الأشياء والله صحيح اجعل كل أيامك لا تعلق ساعتك بيوم معين ولا بموعد معين أبدا هذه قصة حدثت أنا أعرفه أحد أطرافها هذا بمناسبة يقول هذا إذا ذهب بأبنائه أو أعادهم من المدرسة يوم الخميس يدلعهم و منروبهم على المحل الحلويات و اشتريهم و غير الكلمة الزينة و غير التدليع و إذا ما أتى يوم الأحد انقلب إلى وحش كاسر فيقول يوم من الأيام صاحب و كتبت عن في كتابي صباح و كابتسامة يقول يقول يوم من الأيام في يوم الخميس هذا اللي كنت سعيد فيه يقول أحسست بصداع و ذهبت إلى المستشفى و أجري لبعض التحليل و بعض التشخيص و بعض الأشعات فذهبت إلى الطبيب قال لديك اشتباه لديك اشتباه بوجودي و رب و اشتعتقدوني بي من هذه الدنيا ماذا يبغى من هذه الدنيا ماذا يريد من هذه الدنيا بعد هذا الخبر ماذا يبغى يبغى أنه لأمور طبيعية يقول ثلاثة أيام لم أنم قال خلاص بس 99% و 95% أنه ننتهينا لكن بنسوي حاجة وحدة يوم الأحد الجاي يقول يوم أصبحت و أنا جر رجلي جرا يقول ضاقت علي الدنيا بما رحبت و كأنني أتنفس ثم يسمي خياط يقول ما رحبت ما رحبت صغرت يقول ذهبت و أجريت و هذه الأشعب يقول ثم ذهبت و أيضا الطبيب و يبتسم و يقول عادت إلي الروح طيب يقول صارت كل أيامي بعدها خميس كل أيامي بعدها خميس و هذه الحالة لا تعلقها بشيء و بالمناسبة لا تعلق سعادتك بشخص الشخص والله الشخص يعود الشخص يرحل يتغير و أشياء أخرى لا تعلق سعادتك بمتغير البشر و كل شيء متغير لا تعلق سعادتك بمتغير أيضا في هذا الحياة و في هذه الدنيا تفائل يعني أنتم سبقتم الناس في وزارة السعادة حلوة فكرة حلوة صراحة و أنا أكون صريح معكم أنا قريب منكم و ولدكم أشوفها صراحة حقيقة أراها ليست ادعاءات أنا أراها و أنا من 2009 منعرفت في المناسبة لست متعصبا منعرفت بوظبي كل سنة أربع زيارات و عادت تكون محطة لي سبحان الله المنفلوطي يقول عندما حدث له علاقة كذا عاطفي يقول علقت حبالي بحباله هذا علقت حبالي بحباله فأنا أرى حقيقة أنا لا يرسى واحد و الله قال كذا صار كذا لا و ليس من رأى كمن سمع التفاؤل قيمة عالية سألني عبدالله المدير في المحاضر في لقائه ليوان قال يا أخي أنتم تفاعل 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 و ما حصلنا شيء من التفاعل واحد أيضا من المتابعين الله يوفقه يقول يا أخي أنت تقول تفاعل صباح التفاعل صباح الخير أنت ما عندك مشاكل أعطيكم مسألة كنت في تشيك في كارلوفي فاري و كارلوفي فاري مدينة جميلة حقيقة و حالمة و هادئة و سبحان الله أنا سميها أطلع من رأسي هذا جزء مهم من الحياة اطلع من رأسك اطلع من رأسك ترى الدنيا أننا أتينا و الدنيا موجودة و سنرحل و ستبقى موجودة لذلك تحتاج تطلع من رأسك اطلع و أنا رحت كارلوفي فاري أطلع من رأسي أو إلا سافرت عموما الوضع الحال أحيانا ابتعادي عن بعض الأشياء بيحلها و وجودي معها ممكن الشاهد أني كنت تصور للمتابعين والأنهار فقال لي بلهجته أحد أبناء العومة قال لي كلمة شعب يقول أنت تسدح في أوروبا وتتكلم عن الإيجابية تعال الرياض وتكلم عن الإيجابية جاس بين الأزهار والأطيار والأنهار وتقول إيجابية إيجابية طبعا أهو أجزاء الله خير فقلت له رسالت لرسالة قلت أقسم لك بالله أنني قبل خمس دقائق لدرجة البكاء أتألم من ألم في ظهري وأنت لا تدري وأنت لا تدري ذلك ترى تكون صريح فعلوا خدمة الرحمة عندكم ترى كلنا 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 من بكرة يا أبينا نعيش معارك لا ترى بعض الناس الآن مو يأخذ حقه من الطرف لا يأخذ حقه وعشرة أضعاف لا لا إن حصل لك شيء من التسامح زيد ولا صحيح بعض الناس قاسي قاسي حتى في ردات فعلا فأنا أعود إلى موضوع التفاؤل التفاؤل قيمة عالية التفاؤل قال لي عبد المدفع قال يا أخي لا أخي نعيش في كوكبه قلت يا أخي أنا رجل من الناس قلت لكنني أتأسى بالقرآن إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون اللي عندهم يأس الحبيب ماذا يقول اللهم صلي وسلم عليه يقول بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا كان يحب الفال والفال ليس حدوث ما تحب انتبه التفاؤل ليس في حدوث ما نحب التفاؤل الحقيقي هو حدوث الخير لك وربما كان الخير في ضدي ما تريد أبنهي بقصة معينة حصرت عندنا في منطقة الجنوب هذا واحد كان يشكو من الصداع من الشقيقة الصداع النصفي لم يبقى طبيبا لم يبقى طب شعبي كل شيء فعله لكن الشقيقة هذه استمرت معه فكان يعاني الأمرين منها تداعى هو وابن عم الله على بئر معطلة بئر جافة لكن بعض الناس سبحان الله فيه شويت فاختلف إلى القاضي ذهب إلى القاضي وحكم لابن عمه لكن غصة في صدره وآهة ما زالت زفرة في قلبه حقد على ابن عمه قال والله لا أرينه مني فذهب في عصر اليوم الذي حكم لابن عمه بعصا غليظة ينتظر ابن عمه وعندما أتى ابن العم يحتفل بما حكم له باغته بضربة على أسفل الرأس نحن نسميه العلبة أسفل الرأس هنا ضربة قوية نام في غيبوبة بعدها أربعة أيام كانوا يعتقدون أن أمره انتهى ماذا حدث بعد ذلك استفاق وشوفوا من الشقيقة لا حول ولا قف فكان يسأل يقول وش حسيت فيه يقول أحس كأنما في عرق هنا ما وصل له الطب ما وصل له ما وصلت له إلا هذه العجرة هي اللي وصلت لهذه ففتحت المسام لذلك أحيانا كثير من الأشياء لا تحسبوه شرًا لكم يا أخي لا تحسبوه شرًا لكم أحيانا في أشياء كثيرة تحدث لنا وقلبنا أحيانا يكون والله لا وأحيانا يهفو القلب تجاه أمر لا يتحقق قيمة قيمة الرضا بما كتب قيمة عالية في الحياة ثنين يحدث لهم نفس الأمر أحدهم يصاب بانهيار عصبي والآخر يحسن الظن بربه ويواصل تقدمه ويتقدم أيضا في نقطة جدًا مهمة في هذه المرحلة الحلوة البشر يميلون دائما إلى ما يسمى بالإسقاط أو تبرئة أنفسهم يريد أن يبرئ نفسه عند ستيفن كافي العادة الأولى من عادات الناجحين ما هي المبادرة شوفوا على مستوى الأفراد على مستوى الأسر على مستوى الدول إذا ما كانت في عقلية مبادرة العقلية المبادرة شوفوا ما رح تتقدم لن تحل مشاكلك لن تستطيع أن تحقق شيئا في هذه الدنيا عن طريق تكثيف الحس يعني في بعض الأطروحات تأتي في بعض المدارس عن طريق يقول والله أنك إذا فكرت في الشيء وكثفت التفكير فيه يأتيك فقلت أجرب بنفسي ففي أحد موديلات البنت كانت رائقة لي فقلت خلني أفكر بحسب هذه النصيحة فلعلي أرزق بها وكثفت الحس كثيرا الصورة كذا شوف هذا النوع نوع جديد وصيارة كذا لها مواصفات وأبشركم نلت منها لكن عند أحد الإشارات مرت وشفتها ما في شيء بدون عمل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والأمنيات رأس مال المفاليس المبادرة التحرك بادر عمر اللهم يقول السماء لا تنطر ذهبا السماء لا تنطر ذهبا لا بد أن تتحرك وجزء من المبادرات تحمل المسئولية نحن نعيش في أوطان الحمد لله يخي جزء أمنها أنا مستفيد منه حتى لو ما كنت البلد اللي أنا عايش فيه أي بلد أمنها بنيتها التحتية أنا جزء لازم تحمل مسئولية أما المسئول هو فلان أو الجهة الفلانية أو الوزارة الفلانية يا أخواني حتى في البيوت الآن في البيوت للأسف حس المسئولية أنا أقول في معروف البيوت شبه عدم من الذي يتولى والله كل التفاصيل يا الأم يا الأب والأولاد ما في لازم يتحمل المسئولية وأعظم من هذا في تحمل المسئولية أنت المسئول عن نجاحك وسعادتك أنت المسؤول جاك كامفلد يقول إما أن تصنع ما يحدث لك أو أن تدع ما يحدث لك يحدث لك أنت المسؤول وكلهم آتيه يوم القيامة فردة المسؤولية فردية أنت المسؤول عن نجاحك عن سعادتك عن كذا سهل أن يحمل الآخرين سبب إغفاقي جاك ما مؤسس علي بابا له كلام جميل يقول ما لديك الآن كافي لإسعادك وإنجاحك ما لديك الآن تعتذر بأشياء ما لديك الآن ترى وهذه كلمة جميلة وهذه حقيقة لذلك المبادرة قيمتها عالية تحمل المسؤولية قيمتها عالية وهذه ثقافة لابد أن تتفشى بين كل أفراد المجتمع قيمة المبادرة قيمة التحرك قيمة المبادرة بادروا سارعوا سابقوا كلها مفردات أتت في السنة تحرك يخي تحرك افعل شيئا ما عليش حتى يخوان حتى في الخلاف حتى في الخلاف عندما حدث خلاف بين الحسن وزين العابدين قال وخير عندما قال له قال ذهب أحدهم إلى زين العابدين قال اذهب إلى أخيك قال لا أتمثل بقولي حبيب اللهم صلي وسلم عليه وخيرهما من يبدأ بالسلام وسيأتينه فعلا أتاه وخيرهما البادي دائما ترى للبداية السبق للذي يبدأ عوما الحديث معكم ذو شجون وسعيد جدا بهذا المجلس الفاخر الفخم بحضور هذا الرجل الذي والله أحبه من وإخوة أسأل الله تعالى أن يعينهم وأن يوفقهم وأن يسددهم وأن يبارك لهم في وقتهم وذرياتهم وأنا أقول والله العظيم الحمد لله من نعم الله علينا وجود والله انسمحت لي يا سمو الشيخ كليل نحن ننام أنا عندي عاملين وعاملتين أتكلم حديث من القلب شاي لهمهم ما بالك بمجتمعات أسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يعطيهم أضعاف 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 من الخير والبركة والأجر والثواب في الدنيا وفي الآخرة شكرا لحضوركم شكرا لثقتكم شكرا لجودة إنصاتكم وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يبارك لنا ولنا جميعا في الوقت والذرية كل الشكر للدكتور خالد منيف على المعلومات القيمة والنصائح التي قدمتها أود طرح سؤال مختص بموضوعنا سمي دكتور للوصول للسعادة البعض يقول كن إيجابيا كن متفائلا كن راضا فماذا يقول الدكتور خالد؟ يقول أسعدكم الله بطاعته شوفوا في شيء اسمه الإيجابية المزيفة أنا لازم أصير في أكمل حالاتي أنا لازم أصير دائما سعيد أنا كذا القرآن حسمها و لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون النفس البشرية تدري قوتك في اعترافك بضعفك قوتك في اعترافك بضعفك قال ستدعون إلى قوم و لبأس شديد الإيجابية تقف على الحقيقة إن القلب لا يحزن و إن العين لتدمع و إن على فراقك يا إبراهيم ما؟ لا 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 الاجابية أن تملك روح التفاؤل الاجابية أن تملك روح المبادرة الاجابية أن تملك حس المسئولية الاجابية أن تكون حضورك محظر خير يسميه جونسي مكسولي الرجل المصعد أو الشخص المصعد المصعد هذا يصعد بك إذا كنت في أسوأ حالاتك حتى والله ثم والله أن بعضهم والله بإسمه أقرأ اسمه اسمه أن مشاعري تختلف وأنه يرفعني فوق وهناك من تجالسه تأتي في حالة نفسية فوق تجيسم معه شوي ما يسوي فيك هذه هي الإيجابية الإيجابية أن تتعامل مع الناس بإيجابية أن تتعامل مع الناس بالخير الذي فيهم أن تقطع تذكرة العودة للمخطئ ماذا قال يوسف عليه السلام قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ما فعله إخوة يوسف جريمة مكتملة الأركان لكنه هنا من ذكائه ومرؤته أراد أن يعيد الأمور قطع تذكرة العودة لهم لم يحملهم المسؤولية ماذا قال قال من بعد أن نزغ الشيطان لاحظوا بيني بدأ بنفسه وبين إخوتي إن وجدت مخطئا لا تكن أنت والأيام عليه أعطيكم نصيحة وأنصحوا بها نفسي يداني لا تنسيان يداني لا تنسيان اليد الأولى يد امتدت إليك عندما تعثرت فساعدتك على النهوض واليد الأخرى عندما وصلت صفقت لك والبشر بالمناسبة يعرفون في أوقات الشدائط لذلك هذه الإيجابية الواقعية لا يوجد إيجابية أنا كل أموري زيانة ألازم أكون كذا لا 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 الإيجابية تكون واقعي لكن تملك أدوات تمكنك من الاستمرار ومواصلة الحياة وفي الختام تناولت محاضرة اليوم عدة محاور حول الأفكار التي ترتقي بالأفراد وترشدهم إلى مواجهة تحديات الحياة واختيار السعادة كما شارك الدكتور خالد المنيف الدروس والتجارب الشخصية ومؤشرات النجاح الشخصي للأفراد يسعدنا في ختام هذه المحاضرة أن نشكر سموكم على حضوركم الكريم ونشكر الدكتور خالد المنيف مدرب تطوير الذات على محاضرته كما نشكر الحضور على حسن استماعه واسمحوا لي أن ندعو سموكم والمشاركين في مقطع الفيديو لتفضل إلى المنصة لأخذ الصورة الجماعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر